بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله أمعانا النهار ده حاجة مهمة جدا وهي ازاي نتخلص من الزوائد الجلدية بدون جراح طبعا بلنا في لمح البصر تلات حيال سريعة تخلصك من الزوائد الجلدية بدون اللجوء إلى جراحة طبية هل تعاني من الزوائد الجلدية وأعرضها المزعجة؟ يمكنك التخلص منها في لمح البصر بسلاس حيال سريعة من مطبخة تساعد على اختفاء الزوائد الجلدية في لمح البصر أول حاجة سمغ النحل ماذا تحتاج؟ نحتاج ملعقة من سمغ النحل كرة قطم ضمضة يبقى أنا عندي هحضر ملعقة من سمغ النحل السمغ بتاع النحل نفسه كرة قطم يعني قطم وعمله على شكل كرة ودمضة أربط بها مكان الزائدة نضع سمغ النحل دنك على المنطقة المصابة وقوم بتغطية الزوائد الجلدية بقطعة قطن واستخدام ضمضة لإبقائها في مكانها كرري هذه الطريقة مرتين في اليوم طبعا سمغ النحل بيعمل ايه؟ له خصائص مضاد حيوي ومضاد للفيروسات لقد وبرى أنه يحفز جهاز المناعة بعد كده عندنا زيت الخروع النقي منحتاج إلى زيت الخروع النقي ماذا تفعلين؟ هنعمل ايه؟ انشوري زيت الخروع على الزوائد الجلدية ودعيها تجف في الهواء وكرري هذا 2-3 مرات في اليوم طبعا ليه زيت الخروع؟ لأن زيت الخروع طريقة جيدة لنسيان البصور إلى الأبد له خصائص مضادة للفيروسات وغنية بمضادات الأكسادة التي ستساعدك على محاربة فيروس الورم الحليمي البشري بعد كده عندنا خل التفاح إلا نحتاجه عدة قطرات من خل التفاح وسادة قطنية وبعدين معانا برضو ضماضة إلا نعمله نقع قطعة القطن في الخل ونضعها على الزوائد الجلدية ونثبت الضماضة القطنية في مكانها ونقوم بإزالة الضماضة القطنية في الصباح اليوم التالي نكرر هذا كل ليلة لترى النتائج في غضون أسبوع نجيب خل التفاح وعدة قطرات منه ونحط وسادة قطنية وضماضة وبعدين نجيب قطعة القطن ونقع في خل التفاح وبعدين نحطها على مكان الزوائد ونقرر الموضوع ده لمدة أسبوع قررها زي كل ليلة لترى النتائج في غضون أسبوع نظرا لمحتوى الحمدي فإن الخل يدمر أنسجة الزوائد الجلدية بطريقة سريعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته